بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير الخزانة والمالية التركي يجيب عن سؤال ملح يتردد صداه في كل الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل تركيا وخارجها متى تستقر الليرة والاقتصاد التركي للإجابة عن هذا السؤال الحيوي أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي الخميس أن النتائج الإيجابية للنموذج الاقتصاد التركي ستظهر قبل صيف عام 2022 أي لا داعي للاستعجال وأن المعركة التي تدور هي سجال وأنها سوف تحسن بالنقاط وليست بالضربة القاضية أي أن ما قام به الرئيس رجب طيب أردغان من خطة إنقاذ للاقتصاد واستقلال اقتصادي عن الغرب هي خطة تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر نتائجها وربما نتائجها الأولية قد ظهرت بالفعل في اللحظات الأولى وفي الأيام التي تلتها جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية تطرق فيها الوزير إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في الفترة الأخيرة وقال نور الدين نباتي إن النموذج الاقتصاد التركي يقوم على أساس الصادرات المرتفعة وخفض عجز الحساب الجاري وضمان إنعكاس مستوى الرفاهية على المجتمع بأسره وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج مميز وسيجذب الاستثمارات المباشرة مقابل الأموال الساخنة وتابع نريد أن يأتي الناس من أجل الاستثمار المباشر أكثر من الأموال الساخنة وتابعنا مع حضراتكم المقصود بالأموال الساخنة الأموال المؤقتة غير المستقرة والتي ربما تأتي من بعض المقترضين من بعض الدول الأقل فائدة لكي يضعوها هنا ويحصلوا على فائدة أكبر في تركيا دون أن تستفيد منها الدولة التركية وأردف وزير المالية سوف نرى نتائج النموذج الاقتصادي الإيجابية والتغير السريع قبل حلول صيف 2022 وحول التطورات المتعلقة بالليرة التركية قال نباتي إنه كان هناك مضاربات وتلاعبات بشأن أسعار الصرف حتى مساء الاثنين والآن بدأ الارتفاع الوهمي يتبدد وأوضح أن سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية سوف يصل في نهاية المطاف إلى النقطة المثلى من جهته خبير اقتصادي أمريكي شهير يقول سنواصل الاستثمار في تركيا فقد أكد الخبير الاقتصادي الشهير ومؤسس إحدى الشركات المهمة مارك ميوبيس أن شركته ستواصل الاستثمارات في تركيا وقال ميوبيس في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء لقد استثمرنا في تركيا وسنواصل القيام بذلك وأشاد بالإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة التركية مؤخرا حيث قال إن الخطوات الأخيرة للحكومة التركية جيدة جدا هذه الخطوات تزيد في مرونة الاقتصاد التركي وشدد ميوبيوس أن أكبر المخاطر الاقتصادية بالنسبة لتركيا هي إغلاق سوق التصدير مؤكدا أن انخفاض الليرة شيء إيجابي بالنسبة لقطاع الصادرات ولقطاع السياحة أيضا وفي وقت سابق من هذا العام لفت ميوبيوس إلى أن قطاع البرمجيات يعتبر واحدا من المجالات المثيرة للاهتمام بالنسبة لشركته لافتا إلى أن تركيا لديها أرضية صلبة في مجال الصناعات وخدمات السوق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير من جهة أخرى قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن الأولوية الأساسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف جاء ذلك في كلمة أدل بها ورانك الأربعاء خلال مشاركته في قمة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية مصياد وأوضح الوزير أولويتنا الأساسية ضمان استقرار أسعار الصرف والمنتجات وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي هذا جزء مهم متعلق باستقراء واستشراف المستقبل الاقتصادي وأضاف سنوفر مناخا اقتصاديا يسهل الوصول إلى التمويل لمن يرغب في الاستثمار وشدد على أن تركيا ستتخذ خطوات من شأنها إنقاذ اقتصادها من التبعية الخارجية بكل معنى وزيادة الإنتاج المحلي وأكد أن وزارته ستعلن في غضون الأسابيع القليلة القادمة استراتيجية وطنية لريادة الأعمال قائمة على التكنولوجيا تتضمن أهدافا وإجراءات طموحة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لريادة الأعمال وأرضف أنه إلى جانب الاستراتيجية الجديدة المذكورة سيتم إطلاق برنامج صممة للمبادرات المتقدمة التي تسرع زيادة الشركات أحادية القرن في مجال التكنولوجيا وشهدت الليرة التركية كما تابعنا انتعاشا كبيرا بعد إجراءات وتصريحات الرئيس أردغان الرئيس أردغان من جهته أعلن نجاح الخطة الجديدة الخاصة بالليرة وقال أنها حققت أهدافها جاء ذلك في لقاء الرئيس التركي يوم الثلاثاء الماضي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وقال أن تركيا ستخرج منتصرة من الحرب على عملتها وقال أردغان أن الخطة الجديدة التي أعلنها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت أهدافها كما أكد أردغان عزم الحكومة التركية على حماية مكتسبات المواطنين الأطراك من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف وقال أن كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في المصارف وتابع أردغان لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة وأضاف على العكس تماما نحن ننفذ خطة هدفها إبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات من أجل السير في طريق النجاح الاقتصادي كما أشار أردغان قائلا نعرف ماذا نفعل ولماذا وكيف نفعله وندرك جيدا أننا سنصل إلى مكان مثالي يسهل الحياة للأجيال المقبلة مشددا أن تركيا ستخرج منتصرة من الحرب على الليرة التركية ولن تخضع بسبب سعر الفائدة أو التضخم وكانت وزارة الخزينة والمالية التركية قد أعلنت عن خطة مالية تهدف لاستعادة الثقة بالليرة التركية واجتمعت هذه اللجنة المشكلة من وزير المالية والمختصين الاجتماع الثاني بالأمس وأعلنوا أن الخطة تسير بنجاح وتابعنا مع حضراتكم الموعد المتوقع والذي حدده وزير المالية والخزانة التركي ليطمئن المواطنين والمستثمرين في الداخل التركي بأن الخطة قد نجحت وتسير في خطة ثابتة بإذن الله وأن الموعد النهائي المتوقع لاستقرار الأمور الاقتصادية سيكون منتصف العام المقبل 2022 لا شك أن هذه أخبار مبشرة وأن الأيام التي مضت عقب قرارات الرئيس رجب طيب أردغان تثبت بوضوح وجلاء وبشهادة المختصين الاقتصاديين لا نقول الأتراك بل من أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم يشيدون بهذه الخطة الجديدة للرئيس رجب طيب أردغان ويقول أنها إجراءات مذهلة وقال بعضهم أنه لم يرى لمثل هذه الإجراءات مثيلا لها طوال حياته أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر